السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة سوفيا المرزوقي وزوار موقع المهاجر اس ام كما ولفتكم كل نهار جاتكم باخر الاخبار واخر المستجدات في اسبانيا نتعيش كنقولكم إلا كنوك يهمكم هذا المواضيع بغيرتو تعرفوا كل التفاصيل خليكم معنا التلخر وغادي تشوفوا كل شي بالتفاصيل ورجعت معكم الإخوان وكما العادة كما دائما نشوف ان شاء الله آخر الأخبار وآخر المستجدات في اسبانيا أول شي وقبل ما نبدأ شكرا بزا 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 قاعد الناس اللي تصلت بي اللي عندهم الرقم ديالي قاعد الناس اللي خلووا للتعاليق كن اعتذر إنما جاوتش على التعاليق ديالكم لإنني كنت مشغول بزا في كما عرفته فما كانش عندي الوقت باش نشوف التعاليق باش نجاوب الإخوان على التعاليق ولكن الحمد لله إنا مع العسر يسرى وانا رجعت معكم والحمد لله كل نهار غدي تشوفوا آخر المستجدات وآخر الأخبار في قناة سفيا المرزوقي وإن شاء الله بإذن الله اليوم غدي ندير مباشر خاص غدي نحكي لكم آخر شنو طراب تبطوا التفاصيل على الأمور اللي كتهمني واللي كيهموا يعني يعرف إن شاء الله في المباشر مع تعدونس كما دائما إن شاء الله بإذن الله غدي نقول لكم يعني قاعد الناس اللي كتسوني التعاليق دي لكم داك شي غنجاوبكم عليهم إن شاء الله بإذن الله في المباشر غدي ندوزو نهضرو على أهم العناوين دي الأخبار دي لنا اليوم أول شي غدي نهضرو عليه هو أن كما عرفته سبق هضرت لكم يعني والبارح طبعا الحل إن البارح ما درتش فيديو والبارح قلت لكم بإنه الأحزاب اليمينية كتترفض أنه سانتيز يمدد ليستالو ديالارما حتى النوابية ذي مايو تلسعود ماي فقترحوا كثيرا كثيرا ومنها يعني الحزب ديال بيبي قال ليه بإنك يقترح عليه أنه ليستالو ديالارما يتمدد فقط لأسبوعين يعني في منتصف شهر 12 يحيد ليستالو ديالارما باش الناس تعيش في استالو ديالها وذلك الأمور يمول فين كاي عيشوها هنا في إسبانيا ومجيها أخر غان aimeierوضنا على خبر أخر وهو يعني احت íمالي يه ديال حجر الصحي علي بزرهم ديال مناطق في إسبانيا لإن رؤساء الجهاء هما اللي كي طلبوا بهز الأمر هذا مشي الحكومة المركزية منها كتالونيا اختارت بتات المناطق اللي تبعى الكتالونيا يعني مشي كتالونيا بضolesome مناطق اللي متقدر التبق عليها الحجر الصحي كين كذلك مرسيا كين مز grupp multitude ديال المناطق هنا في إسبانيا وإضافة إلى ذلك كذلك كاستيا لامانشا كاستيا لامانشا حتى هي كتدرس أنها يعني تدير واحد النوع من الحجر الصحي فنبدأ أولا نهضرو بالخبر الأول على الخبر الأول هو شنو قال اليوم بيدرو سانتيز بخصوص الأمر ديال تمديد حالة طوارئ إلى شهر خمسة إلى تاسع من مايو شهر خمسة فيعني كما عرفتو الحكومة اللي كاتحكم حاليا هي حكومة تحالف يعني ما بين أونيداس بوديموس وما بين يعني البيسوي هو ما بجوج أونيداس بوديموس وبيسوي ما عندهمش القدرة باش يتبقوش قرار إلا ما كانش يعني مساعدة ديال مثلا بينيوبة اسكرار ريبوبليكانا هادشي كان من الإخوار اللي يعني موليم سياسيا بالأخبار هنا يا في إسبانيا غيكون عارف هادشي هادا فيعني حالة طوارئ كي يخص الموافقة عليها حالة الإنظار حالة الإنظار كي يخص الموافقة عليها باش تمدد حتى لتسعود في شهر خمسة كما قلت لكم البيبي عندو واحد العدد كبير من ديبوتادوس ديالوتا هو هنا يا في إسبانيا واقتلحت اقتراح هادا وقال له شهرين يعني حتى للمنتصف شهر 12 وغادي نشوفو ذاك ساعة شنو كين ما ليش تمدد يعني سانتيز بالأخص بغاي يمددها بها الطريقة هادي حتى لشهر خمسة علاش لإنه في الحالة الإنظار الأولى كانت كنت تمدد كل 15 يوم وكان عندوه مشكيل كان كل مرة كيلقا يعني كلام ما مزيانش يعني فش كي يجي طلب تمديد الأحزاب اليمينية كتلقى الفورسة كتبهدلو بوكس لقا يعني طوال الليه الرجلين وطوال الليه الفم وبقا كي هادار كيف ما بغا بزر دي الأمور فهو اختار دهبا يعني حالة الإنظار خصة تمدد واحد المودة معيانة باش ما مبقاش كل مرة كان عاودو نطلبو التمديد وهاللي كيرفض النار هاللي ما عارفت شنو هاللي ما عارفت شنو قالوا بغيتون حالة الإنظار غادي تكون إما تكون حالة الإنظار تا السعودمي إما ما كينش بطبيعة الحال كما قلت لكم الحزب ديال البيباي موافق على حالة الإنظار ولكن قال ليه شهرين كنائس كرة الربوبليكانة خرجت بواحد بواحد الاقتراح اللي هو الرئيس ديالها غابريال روفيان خرجت بواحد الاقتراح نتعى أنه من هنا ربع شهور يعني كان نضروع لها في شهر ثلاثة برصة من مددوها تشهر خمسة في شهر ثلاثة يتخرج واحد الدراسة ديال الحالة ديال الوابا ديال في إسبانيا ودك الساعات يقروا واش إلا كانت الحالة يعني تحسنت يعني حسن يقروا واش يمددوها ولا لا هنا يعني كان نشوف بأن رئيس الحكومة بيدرو سانتيز بحل مال لهذا الاقتراح ديال إسكرة الربوبليكانة أكتر وخرج اليوم يعني في الصباح في البالاسيو دي كونغريسوس وقال لهم بأنه كي يقترح ولا كي قدم لإخي كوتيبه بصفة عامة أنه يراجع لحالة الوبائية في شهر ثلاثة يعني إلا كانت الحالة تحسنت في ذاك الوقت هذيك يعني ما غنسينوش حتى الشهر الخمسة بحالة الإنظار في ذاك الساعات فاش غدي ندرسو الحالة في شهر ثلاثة إلا كانت الحالة بتحسنت أنا ذاك الساعات مستعد أنني نرفع حالة الإنظار ومع ذلك كما قال اليوم هو حالة الإنظار غدي تتمدد حتى الشهر خمسة ولكن إلا كانت شي تغير ولا شي تحسن وخافق ما كان وخغي من هنا شهر هو متاح بشي حيد حالة الإنظار من إسبانيا بصفة عامة وبالتالي حالة الإنظار هنا دبع حاليا حالة الإنظار مؤخرا متعلقة بالطوكي ذاكيدا كذا طوكي ذاك هو ذاك حضر تجوال من 11 السباح يعني إلا تزز حالة الإنظار يعني الطوكي ذاكيدا كذا هو غي تحيد فغدي تكون يعني من الأحسن الإسبانيا والناس غد تاخد الحرية ديالها في التجول كيف ما بغت هاد اللي حدي الآن هو وكيبيا بأنه متاح يقبل هذا الاقتراح ديال إسكرار ريبوبليكانا ويدرس واش يعني ممكن أو لا لا أنه يعني يراجع يعني يراجع الحالة الوبائية ديال إسبانيا في سميشه في شهر في شهر ثلاثة وكذلك إسكرار ريبوبليكانا ما قدموش لهذا الاقتراح ولكن قدمو اقتراح خور هو أن وزير الصحة كل شهر يخرج ويهدر ويعطي الحالة فين واصلة يعني كل شهر يقول لهم هالحالة فين واصلة هالتقارير شنو كين ها شنو باش يعرفوا واش فعلا ديك حالة الإنظار عندها واحد المجرى قانوني وهي تسهل أن إسبانيا تكون فيها ولا لا هندوزوا ندرو دابا على الخبر اللي قلت لكم هو أن بزاف ديال كومونياتيس أوتونوماس كيدرسوا يعني احتمالية ديال أنهم يديروا الحجر الصحي على الجهاز ديالهم مثلا كين مورسيا وكين كذلك كتالونيا كتالونيا هنا ما اختارتش الجهانة على كتالونيا كلها ولكن اختارت هاد المناطق هادو بتبط ومن المحتمل أنه في آخر الأسبوع يعني هنا كندرو على الفين دي سمانة هذا اللي يجاي يكونوا هاد المناطق اللي غدي نقول لكم دابا نطبق عليهم الحجر الصحي يعني ما يمكن لك دخل لذيك المنطقة ما يمكن لك تخرج منها إلا بأسباب يعني كالعمل والطبيب هاد المناطق هما يعني هاد المناطق اللي اختارت يعني كتالونيا الجهانة على كتالونيا أنها تقدر تطبق عليهم يعني تغلقهم يعني تغلقهم بسبب الانتشار ديال الوباء في هاد المناطق هادو كذلك مرسيا كتدرس أنها تبق يعني الحجر الصحي على الجهات كاملة ديال مرسيا هناك نشوفو منذوب الصحة والكميتي ديال سيجميينتو ديال كوبيد انتع مرسيا كياناليزيو أنهم بسبب الحالة الوبائية في المنطقة ديال مرسيا الارتفاع الآخر اللي شهداتو المنطقة ديال مرسيا أنه مديرو حل كونفيناميينتو بيريميتران التريطوريو المرسيانو كاملة هنا مختاروش بعض المناطق كيما طريدها في مدريد وكيما بغاست تدير كتالونيا لا مختاروش هاكا ولكن قلقهم من المحتمل أنهم يسدوا المنطقة ديال الكومونيدات أوتونومة ديال مرسيا كاملة بما فيها يعني غاع المناطق يعني كنا نذهب للمورسيا والنواحي دياله كين بثاف ديال المناطق كذلك اللي كيدرسوا هاد الحالة هذي منهم كستيلا منتشا منهم بثاف ديال المناطق اللي لهم كيدرسوا حاليا كونفيناميينتو بيريميترال كونفيناميينتو بيريميترال باش تفهموشنه هو الإخوان هو الحجر الصحي ديال ديال المنطقة هذيك يعني ما تدخلش منها وما تدخلش لها إلا لسبب مقنع يعني أنك تكون عندك واحد المسألة يعني إما طبيب إما كم ما حاصل حالياً في بعض المناطق في مدريد كم ما حاصل بزرد المناطق بالنسبة لكتالونيا المناطق اللي يتطبق فيها مثلاً الكونفيناميانتو بريمترال غادي إضافة على الأمور اللي را هكينا دا بحالين في كتالونيا بحال مثلاً إغلاق المطاعم إغلاق المقاهي والمطاعم وكل ما هو يعني مطعامة إضافة لهذا الشي هذا إضافة على حضرت جوال اللي يتطبق في إسبانيا كاملة إضافة على قاعد القيود اللي كاينة كيف يفكروا أنهم يغلقوا بريمترال المنطقة ديال كتالونيا وكذلك مورسيا نفس الشي يعني احتفاظاً بقاع القيود الحالية هاتشي كامل يعني كنشوفوه لأن الجوبيرنو فاش قتارح يعني حالة الإنظار خلى الفرصة للباقي المناطق يعني ديال إسبانيا أن كل كومنيات أوتنومة تختار القيود اللي بغت تزيد فوق هاتشي هذا هاتشي هذا موحد على إسبانيا كاملة وفوق هاتشي هذا كل منطقة شفت أن الحالة الوبائية كتنتاشر بواحد الشكل يعني رهيب عندهم في المجهات لا ديرهم ولا أي حاجة هو ما كيبقى عندهم الاختيار أنهم يعني يديروا حالة الإنظار يديروا الحاجر الصحي ولا يديروا أي حاجة فوق حالة الإنظار اللي بدأت يعني كتستطبق في البلاد ديال إسبانيا وطبيعة الحال هي السبب وهاتشي كامل اللي كيترى في إسبانيا نتمنى هذه الأخبار هالي تكونوا لقاتكم وانتوما بيخيروا على خير وفي أحسن الأحوال ما تنسوش المباشر ديالنا مع الساعة تاسعة ونصف بتوقيت إسبانيا وانتشو وتكونوا إن شاء الله في أحسن الأحوال وتكونوا بيخيروا على خير كان معكم سوفيا المرزوقي ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وتكونوا في أحسن الأحوال السلام عليكم السلام عليكم